تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة ينظم الاتحاد سباق كأس جلالة الملك المفدى الاستبلات الخليجية للقدرة ضمن مهرجان جلالته للقدرة برعاية مجموعة جي اف اتش في قرية البحرين الدولية للقدرة بهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن رعاية الملكية التي تحطى بها رياضة القدرة من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ساهمت بوضع المملكة على الخارطة الدولية من خلال حصد العديد من الانجازات الخارجية في الفترة الماضية مشيرا سمو إلى أن مهرجان جلالة الملك المفدى للقدرة له طابع خاص لدى جميع الفرسان والاستبلات وأشار سمو أن المهرجان يمثلوا أحد المعالم البارزة في خارطة سباقات القدرة في الموسم البحريني لا سيما وأنه يحظى برعاية ومتابعة من عاهل البلاد المفدى الفارس الأول في المملكة وضف سموه إن هذا السباق يسهم في بلورة حركة قوية على مستوى القاعدة لهذه الرياضة نظرا لإقامة مسابقات على مستوى الناشئين والشباب وسباق للأستبلات الخليجية وبمشاركة بحرينية ورحب سمو الشيخ ناصر بن حمل الخليفة بفرسان الأستبلات الخليجية المشاركين في المهرجان كما ثمن سموه رعاية مجموعة جي اف اتش المالية لمهرجان كأس جلالة الملك للقدرة حيث أن هذه الرعاية ستحقق الرؤى والتطلعات لتحقيق جميع عوامل النجاح وأقيم الفحص البيطري في قرية البحرين للقدرة للسباق الإستبلات الخليجية حيث أشرف على الفحص البيطري لجنة التحكيمة البيطرية بحضور الفرسان والمدربين وجرى الفحص البيطري وسط سلاسة في عملية الفحص وترقيم الجياد ووزن اللاعبين حيث عملت اللجان على تسهيل عملية الفحص وشهد نجاحا منقطعا نظير